السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكل المتابعين الكرام إن شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة اليوم إن شاء الله رح ناخد مع بعض نموذج من فرض الفصل الأول في مادة التاريخ والجغرافية أكيد أنا يا هالفترة بما أنه هي فترة الفروض رح تليها أتليها فترة الامتحانات رح نحاول نحط أكبر عدد ممكن من الفروض أكيد مع الحل تحا لأنه إحنا الإشكالية ويتكون مع التدمير ما يعرفش يتعامل مع الموضوع اللي تحط أمامه إذن حاولوا تركزوا معي فقط في هذا الموضوع اللي رح أمامكم اللي خذتوا من أحد الأساتذة أكيد للأمانة إذن نبدأوا على بركة الله في حل هذا الموضوع كما رحكم تلاحظوا أن الجزء الأول فيما يخص سنة الرابعة نبه ونقول باللي مادة التاريخ عليها 13 نقطة والجغرافية 7 نقاط عكس سنة الأولى والثانية والثالثة اللي رح تكون بالتساوي عشرة للتاريخ وعشرة للجغرافية إذن نبدأوا بتحديد التاريخ الآتية قال لك الوضعية هذه 29 أفرهين 1827 20 أكتوبر 1827 ماش ماي 1830 واحد نوفمبر 1954 هذا التواريخ الموجودة أمامكم الشيء اللي يلفت الانتباه فيها إنها كلها تواريخ خاصة بالمقطع الأول برك على قد تلكم باللي كل مقطع عنده قائمة المصطلحات قائمة التواريخ المصطلحات في التاريخ وفي الجغرافية وفي المدنية إذن التواريخ اللي رحي موجودة هنا يا كامل طرقنا لها أثناء الدرس إذن الإجابة لك ستكون كما رح تلاحظو 29 أفريل 1827 تمثل حادثة المروح 20 أكتوبر 1827 هي معركة نفارين 12 ماي 1830 رسالة بولينياك إلى بريطانيا 1 نوفمبر 1954 تمثل اندلاع ثورة التحريرية الجزائرية هذا التواريخ كامل طرقنا لهم أثناء الدرس شي فقط لنعطيها كملاحظة قلت أنا يا كنحاول نحل الفروض تعيون الاختبارات مع التينمير دايما نمد الأخطاء اللي طيح فيهم التينمير الخطأ اللي طيح فيه هنا يا تينمير مايفرقش بين حادثة المروحة ومعركة النفارين لأنهم في زرش جايين في 1827 لاختلاف وحدة في أفريل والثانية في أكتوبر هذا أركز فيهم باش ما تغلطش بيناتها جيد نروح إلى الوضعية التالية صنف ما يلي وفق الجدول الآتي عدنا حادثة المروحة الطمع في خيرات الجزائر وثرواتها توجيه الرأي العام الفرنسي نحو الخارج تفتيش الباخرة الفرنسية هذه ستصنفهم في الجدول الأسباب المباشرة والأسباب الغير المباشرة عفوream فقط قلت بكحنيو كنروحوا انصنفهم عني الأسباب المباشرة والأسباب الغير المباشرة هذا ما طرقنا لهم في رسالة بولينياك رسالة بولينياك كنقول أني السبب المباشر هنا نعاود نذكر التلاميذ الأسباب المباشرة معنتها السبب المباشر اللي خلات فرنسا تحتل الجزائر معنتها السبب الغير حقيقي ما تغلطش بيناتهم والأسباب الغير المباشرة يعني أنت معنتها مراهش تبال لنا غير مباشرة إذن هذه المراهش تبال لنا هي الأسباب الحقيقية إذن أنا كنروح سنصنفهم في الجدول شوفوا كيف سنفتحها الأسباب المباشرة لإحتلال فرنسا للجزائر معنتها فرنسا علنتهم إلى المجتمع حادثة المروحة فرنسا ادعت في حادثة المروحة وقالت لهم أنا يا فأر فرنسا لازم نرجعه لأن الشرف تعنا أهين ثانيا تفتيش الباخرة الفرنسية فرنسا قالت للمجتمع الأوروبي وكامل المحافل الدولي قتلهم باللي رح نحتل الجزائر لأنها كان بثاف أسباب من بينهم أنه قام الأسطول الجزائري بتفتيش وحجز الباخرة الفرنسية في عنابة بدون أي تبرير هذا كسبب مباشر حطته فرنسا لكن الأسباب الغير المباشرة لهذه هي الأسباب الحقيقية الطمع في خيرات الجزائر وثرواتها ثانيا توجيه الرأي العام الفرنسي نحو الخارج هذه شرحناها في الفيديو السابق الخاص بالأسباب المباشرة والغير المباشرة تلقوا الرابط في صندوق الوصفة حلحطوكم لما رحش فهم الأسباب المباشرة والأسباب الغير المباشرة باش ميغلطش بنتهم التلميذ جيد نروحوا الآن إلى وضعية أخرى ونحلوها إذن هذا الوضعية عبارة عن خطاب تبعوا معايا مليح من خطاب الماريشال كلوزيل للمستوطنين عشية تعيينه واليا على الجزائر شوفوا وش قال في هذا الخطاب كلوزيل يجب أن تعلموا أيضا أن هذه القوة العسكرية التي هي تحت غمرة ما هي إلا وسيلة ثانوية ذلك أنه لا يمكن أن نغرس العروق هنا إلا بواسطة الهجرة الأوروبية فقط 9 أود 1835 لكم أن تنشئوا من المزارع ما تشاءون ولكم أن تستولوا عليها في المناطق التي نحتلها وكونوا على يقين بأننا سنحميكم بكل ما نملك من قوة ومقوة وبالصبر والمثابرة سوف يعيش شعب جديد وسوف يكبر ويزيد بأسرع مما كبر وزاد الشعب الذي عبر المحيط الأطلسي واستقر في أمريكا من بضعة قرون الجزائر 10 أود 1835 المرجح من الكتاب المدرسي صفحة 25 الوثيقة هذه اللي راهي موجودة أمامكم فقط حبيت بك نعاود نشرح بسيط هذه عبارة عن خطاب دارو كلوزيل هذا كلوزيل كان ضابط في الجيش أصبح وليا على الجزائر لما نحط هذا الخطاب مدوا للمستوطنين شكلهم المستوطنين هم المعميرين اللي شجعتهم في رنصة عندها فرنسيين شجعتهم أو الأوروبيين شجعتهم في رنصة باش يجوا يسكنوا في الجزائر ووعدتهم باللي راح تعطيلهم راح تعطيلهم كل المناطق اللي راح يحتلوها وكل حاجة راح تكون في يدهم حتى المزارع إذن تعليمة رحوا للتعليمة واش تقول أدرس الوثيقة على دراسة تاريخية من حيث مرحلة التقديم معناتها المصدر طبيعة والإطار والتعريف بصاحب الوثيقة وقال لك استخرج القيمة التاريخية الواردة في الوثيقة استخرج القيمة شوفوا هناي هناي الشي اللي مهم جدا لي على التنميذية يقول لك وشنو أنا ما نشفهم وشنو القيمة هناي احنا وش قلنا على القيمة لو كن عاودون ولول الدرس الدرس الأول هو مراحل دراسة وثيقة تاريخية اللي درته معاكم في فيديو أيضا السابق قلت باللي كنت تفهم مليح الخطوات أي وثيقة تضحط أمامك تقدر تتعامل معاهم إذن القيمة معناتها نستخرج الدلالات الدلالات التاريخية الواردة في هذه الوثيقة إذن الإجابة عنها كيفاش رح تكون شوفوا معايا مليح هذه سهلة جدا شوفوا مصدر الوثيقة هو أكيد المصدر رسمي لأنها مخوضة من كتاب المدرسي سنة الرابعة متوسط صفحة 25 دايما قلت نقوله المصدر ونزيد ونكتبه معها المرجع المرجع ما جبتوش من العصي المرجع راح موجود في آخر الوثيقة هاولك خلاص هذه مشيطة دايما نعاودها لك بتاع المصدر راني شرحتها قلت في خطوات دراسة وثيقة تاريخية نروح الآن إلى طبيعة الوثيقة طبيعة الوثيقة رهي خطاب خطاب سياسي أكيد ثاني هايلك مكتوبة خطاب حطيتها خطاب الإطار الزماني والمكاني أعطوها الناس سهلوها علينا الجزائر 10 أوت 1835 تعريف بصاحب الوثيقة صاحب الوثيقة أكيد دايما قد تكون جملة فحدة فقط تكفي وتوفي الجملة هذه مني نخرجها نقدر نخرجها من نابرك الماريشال كلوزيل هو وليا على الجزائر في بداية الاستعمار الفرنسي نقدر هذه فقط كمعلومات كلوزيل هو ضابط ضابط مثلا كلمة الماريشال الماريشال هي نقصد بها هي رتبة عالية في الضبات كما قلنا الماريشال دي برمون نقدر نقوله الماريشال كلوزيل فرنسي شارك في حملة احتلال الجزائر ووليا حاكما في الفترتين 1830 1831 1835 حتى 1837 هذه هذه المعلومات الزجلة راكم تشوفوا فيهم هنا أكيد التلميذ إذا كانت الوثيقة أول مرة تتحط أمامه ونحن يعرف هذه الفترتين لكن الفترتين هادوما يقدر يعوضها بجملة يقول بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر عين حاكما أوليا على الجزائر هذا هو تقديم للوثيقة نروح الآن إلى استخراج القيمة التاريخية الواردة أناية القيمة التاريخية نقول باللي تعتبر وثيقة كلوزيل من أهم الوثائق التاريخية التي تبرز نية فرنسا الخبيثة إذ عملت منذ بداية الاحتلال على تشجيع الاستطان هذه الوثيقة وش بين نتنا بين نتنا شي مهم جدا نوايا الخبيثة لفرنسا قلنا باللي في وثيقة تعد برمون كان يحاول يستعطف الجزائريين ويقول لهم باللي سنخلكم على الديانة هذا ما هو استعمار لكن النية تحهم الخبيثة ظهرت في أول خطاب تاع كلوزيل للمستوطنين تحهم هنا هذه الوثيقة نعتبرها لعندها قيمة تاريخية كبيرة جدا هذا ما كان نروح الآن إلى الجزء الخاص بالجغرافية فيما يخص الجغرافية عدنا اشرح المصطلحات الآتية الرق المدى الحراري الأهمية القارية للموقع الجزائر هناك المصطلحات التي رأي موجودة فقط أنا في القصة نبهتهم على كين المدى الحراري يعتبر كمصطلح ويحفظ نروح نتعرف على هذه المصطلحات الرق هو سهل وصحراوي مغطى بالحصى مثل سهل تنزروفت نقول الرق ولا سهل صحراوي نفس الشي المدى الحراري هو الفرق بين أعلى وأدنى درجة حرارة تسجلان خلال فترة زمنية معينة الأهمية القارية لموقع الجزائر نقصد أن الجزائر تمثل 8% من المساحة القارة وتعتبر بوابتها الشمارية الأهمية بالنسبة لقارة إفريقيا تكمن مثل حوال 8% من المساحة الكلية وأكيد هي البوابة الشمالية للقارة بعدها وش يقول لك أكمل الجدول الآتي بما يناسبه عدنا ثلاث أغاليم مناخية قل أعطينا الموقع تحم والخصائص هذا سهل جدا لما عبارة عن حفظ ربما أنا حطيته في القناة شرحت هذا الدرس وحطيته في القسم كيف كيف نفس الجدول عندها أحفظه تجيبه وتقدر من بالفهم تقدر تجيبه لأنه سهل عدنا الإقليم البحر الأبيض المتوسط الموقع بتاعه من الشريط الساحلي إلى الأطلس التلي الخصائص حار جاف صيفا ممتر دافئ شتاء إقليم السهوب أو إقليم القارة ينحصر بين سلسلتي الأطلس التلي والصحراوي مميزاته صيف حار وجاف وشتاء بارد قليلا إقليم الصحراوي من الموقع التعوي يمتد من السفوح معنتها الأعالي الجنوبية للأطلس الصحراوي إلى أقصى الجنوب أما الخصائص حار وجاف طول السنة نروح الآن إلى آخر السؤال اللي هو قال لك صنف الأقاليم المناخية في الجزائر حسب الأقاليم التضاريسية هذا السؤال أقراه مراتين باش تقدر جو هنا قال لك باللي صنف الأقاليم المناخية لدينا ثلاثة على حساب الأقاليم التضاريسية التضاريسية عبنى زوج إقليم الشمال وإقليم الجنوب هاولك عندي إقليم الشمال إقليم الجنوب راح نصنف الأقاليم المناخية الموجودة في الجزائر مناخ البحر الأبيض المتوسط موجود في إقليم الشمال ومناخ القاري أيضا موجود في إقليم الشمال أما الإقليم الجنوب فيه مناخ واحد اللي هو المناخ الصحراوي إذن كانت هذه هي الإجابة النموذجية لهذا الفرض إذا أعجبكم الفيديو ما تنسناش بالضغط على زر الاشتراك والإعجاب ليصلكم كل جديد لأنه بالدعم نستمر ونحط أكبر عدد ممكن من الفروض مع الحلول وشكرا لكم على حسن الإصغاء والمشاهدة شكرا للمشاهدة